اليمن في صدارة الأجندة الدولية هكذا يبدو المشهد بعد المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كبار القادة السعوديين التحركات الدبلوماسية الدولية النشطة نحو ضرورة وقف الحرب في اليمن ووضع حد للأزمة المتفاقمة جاءت بعيد تعثر اتفاق سويد بين أطراف النزاع اليمنية وزير الخارجية الأمريكي وفي لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفقا على مواصلة خفض التصعيد في اليمن وإنهاء الصراع حيث ناقش اللقاء أهمية الاستمرار في دعم التقدم السياسي لتحقيق السلام في اليمن والحاجة إلى مواصلة الجهود الإقليمية بغية الحد من تفاقم تداعيات الحرب وفيما لا تزال ملامح الحل السياسي غير واضحة الأفق يرى مراقبون أن أي حل للأزمة اليمنية لا يعالج جذور المشكلة يعني تقديم تنازل عن الكثير من القضايا المصيرية حيث ترفض ميليشيا الحوثي التنازل عن مكاسبها العسكرية فيما ترفض الحكومة الشرعية التنازل عن أي سلطة من سلطاتها لصالح جماعة نفذت انقلابا مسلحا الأمم المتحدة التي ترعى مشاورات السلام اليمنية صرحت عبر مبعوثها مارتين جريفث بأن الجولة الجديدة من المشاورات اليمنية ستركز على الجانب السياسي من حل النزاع وذلك بعد عرقلة تنفيذ مشاورات السويد فيما لا يزال مكان انعقاد جولة المفاوضات الجديدة غير محدد ومع طول أمد الحرب التي تدخل عامها الخامس بجميع انعكاسات كهة سلبية على الوضع الإنساني في اليمن يرى متابعون أن على الأمم المتحدة زيادة ضغطها لإعادة أمل الحل السياسي وهو ما يستدعي تحركات أكبر لإصلاح المسار المتعثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر